موسيقى مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات معيك ورندا فتري في برنامجكم الحياة انت وهي هحكي لكم النهاردة حكاية عن الملل الزوجي الحكاية حصلت مع هودا هودا بتقول أنا وجوزي بنعاني بقالنا سنين من حالة الملل الزوجي كبروا الولاد وبقوا في السنوية والاعدادية وهو عاش قصة حب تاني طلبت منه الطلاق فقطع علاقته بيها وقطعت علاقتنا احنا كمان دوبعض عمري دلوقتي خمسة واربعين سنة وما طلبتش منه الطلاق ولا هو طلقني وبتقول انها ملهاش شغلانة ومش هتقدر ترجع لبيت أهلها في السن ده لكن بقالهم سنتين ما بيناموش في نفس القوضة ولا بيقربوا من بعد أبدا عايشين غرب وهم تحت سقف واحد عشان طبعا ولادهم وبتقول مش عارفوا هنفضل كده لحد إمتى لكن اللي تعرفوا ان هي ما بقتش طيقة وكان ممكن ما نعديش بكل ده من الأول هنتكلم النهاردة عن موضوع الملل الزوجي ولكن بعد الفاصل في مطبخ ست الكل مطبخ ست الكل بنطلع منه رأي كل ست بحرية صعب قوي موضوع الملل الزوجي ده مينفعش تبقى ضرب بوز على طول قدام راتك وتحسسها ان هي واحد من الأعداء وتخلص شغلك خمسة العصر وترجع لها 12 بالليل عشان طبعا تهرب منها وما تشوفش وشها حتى لما تبقى قاعد معاها بتبقى حاطة لسانك جوا بقاك يا عمر ريماعي شوية هندردش في موضوع الملل الزوجي وإحنا بنحضر أكلة النهاردة مع الفلوجر فاطمة عبد الكريم أهلا يا فاطمة أهلا بيكي الأخبار الحمد لله أنا شايفكي بتعملي كده مزيد على كلامك حتى أنه وصح إيه الحاجة بقى لانتي مبسوطة منها في التقديم اللي أنا قلتها يعني كلامك صح وتقريبا يعني 90 في الماء من البيوت المصرية فيها الحالة دي والستات دائما متشتكي إن هي مش بيتكلم معاها وحتى لما بتيجي تتكلم هو مش عايز يسمعها راجع من الشغل تعبان مش عايز أسمع أنا عايز أقعد في هدوء متتكلميش وفي الآخر هي مش بتلاقي الشريك لحياتها حقيقي تبقى في الآخر اسمها متجوزة بالست بقى عايش على وحدها إمتى الست بيحصل لها هي نفسها بقى ملل أنت بتقولي الراجل بيبقى هو اللي ملانه وزهقان أنت مجد زهقي من إيه الجزء بيعمل ممكن نزهق من إيه من مثلا إن هو على طول يكون مع صحابه إن هو مش بيتكلم معايا مش بيشاركني حاجة والفكرة إن هم قبل الجواز ما بيبيقوش كده بيبقى على طول مهتم بيكي وممكن فعلا يسيب صحابه عشانك وما يرحش المطش وما يرحش كلنا لكن بعد تجوز الموضوع بيختلف خالص وبيبقى هو مش مشاركة في حياته فهي مش لقياه أصلا في حياتها طب موضوع الأكل بقى والملل الأكل لا لسه دلوقتي مش هندخل الهين مستعجلة لو جزء بيطلب نفس طريقة الأكل كل مرة بتحس بملل وهو بيحس بملل ولا عادي الموضوع بسي أنا مش متجوزة فأنا مش عارفة النقطة دي لو ما هتتجوز يعني أحس الله أنا عايزة أعمل تغيير أعمل حاجات مختلفة يعني أي تغيير في حياتنا يعني حبك للأكل نابع من أنت بتزهيب بسرعة فعاوزة تنوعي بملل بسرعة جدا فكل شوية عايزة أعمل حاجة جديدة أعمل حاجة مختلفة مش عايزة الأكل الروتيني اللي تعودت علي من وانا صغيرة تعاوزة تشديل مطبخك آه دي حتة زكية وشو لأن الراجل طريق الراجل بيبدأ بمعادته ده طبعا طبعا لما يمني منك أعمل له وصفات بقى زي ما فاطمة فاطمة هتعمل طب قوليلي نضيع إزاي الملل من الراجل حتى بالأكلات يعني إيه الأكلات اللي أنت حاسة أن هي ممكن تضيع الملل من الراجل إن مثلا مثلا أنا مثلا بعمل مثلا الفراخ العادية كل مرة لأ المرة دي مثلا أدخلها حصوص مختلف أحط جنبها أكلات مختلفة أجيب أكلات مثلا صينية أكلة يابانية أدواقوا حاجة جديدة يفوا كل مرة متشوق النهاردة في أكل إيه النهاردة الأكل هيبقى المطبخ إيه إيطالي أنا حاستة أنا حاستة أن موضوع الأكل بزداد يعني في موضوع الملل حاستة أنه مرتبط فعلا بالمطبخ عند الراجل يعني الرجالة بتفهم أسرع حاجة في لغة ستات الأكل معدته حضرتك معدته أيوة معدته ده حقيقة الراجل لما بتديله وصفات جديدة وأكلات جديدة فعلا وتنوعي كده يبقى فيه كده حركات كده لأ يحس أن هو لأ عايز يجي عايز يشوفي إيه طب النهاردة أكل إيه طب يا طرى النهاردة الأكل جوسي ولا الحاجات دي بتفرق أنت ميا ميا أنت مير طب قوليلي يا فاطمة قوليلي الوصفة النهاردة بتاعتنا سبعي النهاردة احنا هقول لكم سر الفراخ الكريسبي دايماً بندوقها برا لقام قرمشة ومتحمرة وطعمها طحفة نيجي نعملها نلاقي حاجة تانية خالص ده أكيد فالنهاردة بقى أنا أقول لكم استرها الخلطة قوليلي كده لأول مقادير واحدة واحدة كده نمشي بعنيه بس المقادير عندنا أول حاجة أهم حاجة عندنا خل وملح ده في الأول عشان بنعقم الفراخ المقادير هتقولي هالمع بنروح عشان إيه الناس تمشي معنا واحدة واحدة المقادير أول حاجة عندنا حليب وخل واثنين معلقة ملح كبيرة وفلفل أسود وتوم بودر وبصل وبابريكا وكيس مرأة بودر وعندنا ثلاث كبيات دقيق ونص كبيات نشا وكبيات مية تمام والفراخ بتاعتنا دي المقادير الفراخ ليها وزن معين ممكن تبقى من كيلو لكيلو ومتين جرام المقادير دي مقادير فراخ وزنها من كيلو لكيلو ورابعة تقريبا تقريباً مصبوط تمام طب هنبدأ يلا يلا بينا حفاجئكم النهاردة هتفتجئوا كلكم اللي هيحسن وانا هتفجئ معك ده لازم انا ما أساعدش أنا بأعزم باش ده ازاي انا ما أعزم منبس بس الجلافز أول حاجة بنعملها خالص إن احنا بنعقم الفراخ بنحطها في مية وبنحط عليها شوية خل وشوية ملح ومنفروض بنسابها مثلا من ساعة إلى ربع لساعة أوكي وبعد كده تاني خطوة بنعمل بقى المحلول اللي هو ده أهم خطوة اللي هو في البهارات هنبتدي بيه دلوقتي بس ده طبعا المحلول اللي أنا هتعامل دلوقتي ده المفروض دي تساب من ست ساعات اليوم أوكي يعني انتي بتعملي حاجة زي الدرسنج أو حاجة اللي تنقعي فيها بطاق اليوم بنقع فيها لمدة يوم هو المحلول ولا هي منقوع يوم لا هي والمحلول هي والمحلول جوة المحلول أكيد هم التن مع بعض بنعمل دلوقتي الخلطة مع بعض يلا نبدأ بقى بنحلول أول حاجة خلص احنا دلوقتي موضوع الخلو الملح دي هنعمل له كده احنا خلاص عقمنا الفراخ بتاعتك زي ما تقولين بالضبط بالضبط فدلوقتي هنبتدي بقى ان احنا ايه نعمل الخلطة بتاعتنا أوكي الفراخ بتاعتنا اهي هنحط عليها احنا معنا البولة بتاعتنا محتاج حاجة تمام هنحط ده اللي هو المحلول ده المحلول اللي هنتيه من 12 ساعة اليوم أوكي ده بنحط هنحط بابريكا التوابل التوابل بداعتنا كلها اللي احنا قلناه دلوقتي بابريكا ده حوالي معلقة مثلا آه يعني معلقة كبيرة ده فلفل مش بابريكا آآ آآ لا انا بقول فلفل وطن بودر أوكي وبصل بودر وملح كل البهرات دي بنحطها أوكي وبعد كده بندمجهم مع بعض جامد جدا بنحط في الأول المقادير الجافة بالضبط بنحط كل التوابل حوالي من كل حاجة تقريبا معلقة كبيرة معلقة كبيرة ومعلقة نصفة ومعلقتين صغيرين بزرط المهم حسب رغبتك انتي بتحب التستيل آآ وكل مبكة توابل فيها سبايسي أو فيها لون بتخليها طعمها حلو جدا جدا حلالي منها احنا حط هنا معلقة ملح كده أشلك الحاجات اللي انتي بصي اشتغل براحتك انا اوكي وأنا ايه هاهتم بالدكور احنا سيبي الفلفل والملح ده احنا دلوقتي بنحط التوابل سيبي لي الفلفل الأخير انتي محتاجة الفلفل تاني اه هقولكو ده في الاخير هنعمل فلفلك هنعمل فلفلك براحتك قولي لي بقى انت ايه أكتر أكلة بتحبي تعمليها انا أو متميزة فيها متميزة فيها يعني اللي هو ايه سبوني بقى انا هعمل لكم الأكلة دي النهاردة سبون المطبخ الاسمك تخيالي السمك بدي حلوه قوي الاسمك بعمله حلوه قوي انا ببقيني اسكندرانية فانا السمك ده عندي ايه نفس القصة الجزور الاشاست برحلو قوي استواحل اه احنا كده حاطتي التوابل حلطهم كلهم مع بعض حطهم احطي لبن لبن عشان يدمسجوا البقى تمام حط لنا بقى اللبن ده تقريبا احنا قلنا قد ايه لبن تقريبا يعني قولي كبايتين لبن الفراخ دي اكتر حاجة لو انت جوزك او ولادك ملو هتعرفي تعملي فيها وصفات تعملي فيها يعني احنا بنشيل الملل الفراخ بالوصفات تقليبي كويس قوي قوي لحد ما كلهم يتمزجوا مع بعض كده ايه بقى الاكلة اللي جربتي تعمليها قبل كده وبقيتها صعبة لا انا هي فاطمة هي فاطمة هي هتبقى المزيعة بالفعل ايه الاكلة ايه اللي مسلا مستحيل يعني جربتي تعمليها قبل كده احطيها صعبة قوي لو لا انا مش هعرف اعملها اه اه في كفتة الجنبر اه مفشلة فيها اه مفشلة فيها قوي وفي حاجة تانية بس هفتكرها دلوقتي انت كده حطيتي اللبن وحطيتي التوابل وهنا ايه هنمكسوهم مع بعض وبالضبط وبعد كده بقى منحط الفلك فيه بعد كده تحطي خلاص خلاص احنا كده اوكي تقريبا اتمازجت اه كده محتاجة فلفلك اه الفلفل والملح اه ده في الاخر ده هقولكو بقى سر كده انا عايز اقولك ان احنا الغريب في الخلطة دي ان انا مش هحطي لها بيت خالص انت مش بلاحظة ان انا لا انت بتحطي الدراسنج ده بس استاني مش لك انت يقل لقا اني خليك زي منتي وانا بحتمي بديكور اللي انا بحاول اهرب ان انا ممسكش الفراخ اه 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 انا فهمتك كده قلتي هتساعدين يوم مش هتساعدين لا 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 منا بساعدك في الاخر جريت الدكور بتاع الموضوع احنا من غير بيت خالص عملنا لقيه الدراسنج ده نقعناها فيه شوية ساعة انت قلتي اتناشر ساعة من اتناشر ساعة اليوم بص كل ما تسبيه اكتر كل ما هتتشرب اكتر كل ما هتشرب اكتر هيبقى طعنه حلوة احنا كده خلاص مفوض ان هي ثبت الفراخ دي اتناشر ساعة بس عشان الوقت بتاعنا اه احنا اي كأن وكأننا وكأننا سبناها اتناشر ساعة علشان وي كأننا اه 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 عشان منستعملش كمان بيت خلاص احنا مش محتاجين بيت بالزبط خلاص احنا كده خلاص خلصنا حطناها فيها الخطرة التانية دي مشا زينها اه دي البولة التانية بتاعتنا هنحط بقى ايه الدقيق صار؟ عندنا هنحط دقيق مع نشا هو ده اللي بيخليها كرسبي ده وهنحط عليها شوية ملح وشوية فلفل عشان ما تبقاش دقيق ونشا بس يبكون فيها ضعم عشان حتى ده يكون بيتكبلي الكفر بتاعها اه في ناس بتحط برضو حاجة مبشورة حاجات مبشورة بصل سعب بيحط بصل مبشور لا مش بصل حاجات اه حاجات تانية مش عارفة ايه مش هنقول مع المش مش هزين نفسك هيبقى المقدير ايه عندنا تلات كبيات نشا تلات كبيات دقيق انا اسفل تلات كبيات دقيق مع نص كبيات نشا كتير اه انا كنت فاكرة معلقة انا كنت بحط نشا اه مع الديب عشان احنا بس كيلو فاهمها يبقى كتير فا عشان تلغطى كلها اه يعني انت بتخطي كل ده على كيلو وربع بالزبت نحتاج حاجة اجبهلك او اي حاجة اقولي انا عايز اقولكو على حاجة لا لا تماما ما تتكسبيش خلط بس كفاية وجودك عايز اقولكو على حاجة ان في ناس ساعات بتبقى الفراخ لما بتعملها بتطلع من جوها نية او فيها دم اه هقولكو لا اقولكو على حاجة ثانية قبل ما تبدأي تعملها تسلقيها شوية تسلقيها او هي مش هنبقى طعمها حلقوية بس مستحيل بقى تلقيها فيها دم طب ماشي او انا ليه اعملها طعمها مش حلوة انا ايه خلين يعني اعملها ازاي من غير مسلقها تبقى مفيها شوية بس السلق او هيغير طعمها شوية بس عشان في ناس بتقرف جدا من الفراخ اللي فيها دم اللي هو لو شافتها انا اعتقد ان انا وطي عليها النار عشان تلحق تستوي من جوه وابقولكو ايه احنا نعمل استفتاء اه استفتاء اه يلا بينا اه رأيي ولا رأيي فاطمة فاطمة بتقول نسلها ونحمرها اه وانا الشيف بتاعت الحلقة بقولكو لا اكيد لا اكيد رأيي انا رأيي ان لأ بنوطي النار على الحاجات اللي بنحطها في زديد عشان تستوي من جوه بعدك انا علي النار في الاخر فانتو قلولنا بقى رأيي ولا رأيي فاطمة بصي خاصة انا افترنت برأييك لا خلاص 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 انا سلمت خلاص انا سلمت بقى رأيي ورأيي وفي جايزة اوه ماشي خلاص يا جماعة لو سمحتم انا عايزي رأيي اللي يكسب انا كده انت حطتي على الناشا على دقيق وبقلبه اوكي واحط عليه شوية ملح وشوية فلفل خلاص وهتعملي له تست كده بملح وفلفل بالزبط وبعدين اوكي اللي يتبر معلقة صغيرة هادية ونادية فاطمة هادية ونادية والله بحيلي اما اتخلص وقت بقى كل عيل ناموا انا فعلا بطيئة جدا انا ممكن بس انا شامل بحامل بطيئة هني فيه تايم عندنا بقى مازم بعد اقلت تايم عندنا نخلص وقى نخلص هننجز بقى انا كده خلص بقى هنا بقى دي السر اوكي انا ليه جايبة مية بطلد عشان ده بدل البيت اه انا مش هحط ميت خالص ده السر اللي هي هيخلي الفراخ بتاعت الكريس بيبجبس هعملها 3 مرات يعني دى أول مرة هي بتحطي الفراخ في الديقي اللي في نشا ومبخرينا تجيق ونشا وبعد كده هحطيه مية وطلق وليه تلج بقى ليه مش مية عادية عشان يمسك فيها اه وبعملها 3 مرات بطي التلج بيخلي الفراخ تكرمش ويخلي الدقيق يمسك فيها بعمل كده ثلاث مرات ثلاث مرات بتحط بما هي أخدت الفراخ اللي هي متقبلة بعلاها 12 ساعة وحضرت الميا بتلج وبتحط في الدقيق الأول وبعدين ميا وتلج وبعدين دقيق وبعدين ميا وتلج وبعدين دقيق ثلاث مرات وبعد كده بس بإحنا دلوقتي معاليين النار على الفرن وبنكون بقى قبل وإحنا شغالين مشغالين النار بقى هقولك على حاجة حلوة بقى إنك أول ما بيتمزليها في النار بيتخليها النار عليها لمدة مثلا 4-5 دايق وبعد كده توطي خالص طيب ما أنا قلت بتغشي مني يا فاطمة أنا بتعلم منك بتثبتني على فكرة أنت هتيبي زوجة نكحة حتى هو عنده ملأ الزوجي هو الراجل يبع عنده ملأ الزوجي هتثبته بالأكل وهتثبته في ثانية بتقوله أنت عندك حق أنت بورج إيه فاطمة أنا تدل أه جمال الدال ودول طيبين يا عايزة بورفة على أي حاجة ناك ده المفروض خلاص كده تمام آه أوكي بعد ما نخلص آه نحطهم بعدنا شو نلحق ناخد الوصفة التانية فاطمة مدنا وصفة تانية توحفظ كفاية كده كفاية دولت أوكي كفاية كده ميش إحنا كده خلاص آه جهزنا الحاجة المفروض إن احنا الفريق ونحطها آه عشان جايزة المسابقة في جايزة وارك بس كده تماما الزيت حامل نسيبه حامي شوية عشان ما نهضرش آه يعني أربع دقيقية احنا بنسيبه أربع دقيقية على نار حامية بعد كده نوطي النار عشان ما تتحرقش مننا وتلحق ستيو من جوه تماما إحنا ممكن دلوقتي نعمل الحلو لحد ما ده يعني إيه تحقق منتواسكا آه آه متقلقش طب إحنا نقول بسرعة كده مقادير الحلو إيه هو السنتر بتاعنا اسمه إيه في البداية إسم المكاشكشة المكاشكشة آه المكاشكشة المكاشكشة مقادير المكاشكشة إيه ده عبارة عن نص كيلو جلاش أتنين كوب حليب اتنين معلقة سكر كبيرة اتنين معلقة كاستر بس طبعا بودر ونص كوباية سمنة لازم تكون مذابة سمنة دايبة دايبة بلدي مش بلدي مش فرحة أي حاجة هم ما تكون دايبة أوكي تمام آه عندنا بقى بنعمل بقى اللي هو اللي سيرب اللي هو الشربات كوباية سكر نقادير الشربات كوباية سكر كوب اللي ربع مية مية كوباية ولمون وفنيليا تمام قمعنا بس كوباية لبن كده ده في الآخر تعالي أميلي حاجتك براحتك وانا همتقلقش حسن انت ملقة على الشايفك انا حسن نعني عليه دايما نقيق خلص انا بقلبلك اهو تمام بسرعة اه بس محتاجة ده يأني ام 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 اوكي بصوا بقى اهم حاجة في الموضوع ده ان احنا نعمل على البارد اه انت بحتحطي على البارد بالظبط في الاول وهنقلب كله عشان ما يكلكعش اوكي احنا بنبط الكاستر هتحطي الايه الكاستر بودر طبعا تمام دي اول حاجة تمام وبعد كده بنحط عليها معلقتين سكر انت حطيتي الكاستر وبعدين السكر معلقتين السكر اه ومعنا وقيد ومعنا اللبن اللبن اه اسرع حوضر 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 اسرع لست يعيني ما تعرفش مقاسات بني بقى فيها عيل ويالا جانين وخلتين ويالا لست عيشة برواقيني وعندينا بس الفانيليا نحط شوية فانيليا صغيرين خالص فانيليا اه ممكن ومنفعش نحط بديل صح؟ اه ممكن نحط كريم شانتيه تمام اوكي اوكي نبتدي بقى ايه؟ نقلب كل ده نجيب حاجة اصغر شوية هنقلب المقادير امم مع ممكن نجيب حاجة اه هاتلنا الحاجات اللي مش عالجاها دي بقى اوكي دكيب احنا قلنا بنقلب الحاجات المقادير اللي انت حاجتها على البارد بالضبط امم احنا لبن دين يس اوكي تحط كبايتين لبن كل كمية اللي انت قصرتي تحطي نصين ولا؟ في الاول بقلبها الاول وبعد كده بكمل بقى اللبن عليها اوكي ونقعد بقى نقلب خالص لحد ما نحصت ان كلها نفس القوام ما فيش اي حاجة مكلكعة قليني وانت بتقلبك كده يا فاط يا فاط فاطمة اه ايه اكتر حاجة تتمنى ان جوزك يعملها لك عشان يشيل الملال وانت شغالة وانت شغالة عشان عشان انت مش مقطع عطلة انت عفيك هدهيب من عيوبي ان انا بتاخر جدا ايه اوخ دقبيني يعني اصحى مسلا الساعة مسلا تسعة اخلص الغد مسلا على الساعة اربعة خمسة تمام ايه بقى اللي ممكن جوزك يعملهولك عشان يشيل الملال ايه اكتر حاجة بتحبيها ان مثلا المفاجآت انه مرة واحدة مثلا نخرج نسافر محفظ صفر جدا ايه مفاجآت يعني ده كده خلاص قلبنا والله والله دايما اه كمام هنحط بقى دلقتي على النار هتحطي على النار اه اوكي خلي بالك عشان انت غرقت الدنيا اوكي غرقتلنا الدنيا كلها يا فاطمة فاطمة انا فعلا عندي مشكلة في الموضوع ده حاولي ما تعرفيش الناس عايقوني انا عايز اقولك على حاجة عايز اقولك على حاجة ان انا بطلع على انستجرام دايما والناس الناس بجد بيبقوا هيتشلوا مني يقول لي خلي بالك اللبن ايه حاجة زي بالضبط واضح والله الواضح بص انا هشلك ده اوكي وينسوا احنا كده خلاص حطينا الخليط اللي هي عملته بالضبط اللبن والنشا والفاناليا صح اللي بيته على البارد الاول وبعد كالنار اعطاك ده عشان ما يكلكعش؟ بالضبط عشان ما يكلكعش ماشي دلوقتي بقى خطوة تانية بتاعتنا هم حانا نحن نزول فورشة دي هتحتاجي فورشة؟ اه 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 تماما تقريبا اوكي هنجيب السمنة بتاعتنا هنحط كده هنفردها لازم بايركس ولا اي حاجة؟ لا لا اي حاجة مش لازم بايركس اهم حاجة بس الجناب عشان ما كتتحرقش هيا كتت محتاجة يا جماعة السمنة سايحة عشان هتفردها ام اوكي والجناب اهم حاجة عشان ما تتحرقش يلا اسرع 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 هنحط بقى كم طبقة؟ هنحط ست طبقات ست طبقات جلاش مفيش بينهم حاجة؟ لا ست طبقات في الاول وبعد كده بنحط الكاستر اوكي وبعد كم نحط ست طبقات تانية تماما يعني هنقسم تقريبا اللفة اللي عندنا مشتين بالزبط اه نص تانية وسهلة دي اسلقة كانت اه يعني اه ارزل حاجة في جلاش انت عاربكش هتحطي بين الطبقة والتانية نحط سمنة ونحط فيلم ما بين كل طبقة وطبقة بس هنحط سمنة ام اوكي اوكي نحط شليه بقى من عالنار اه لأ لسه نحن كده هنفط ايه الست طبقات يا جماعة ايه كأنهم هنقول ايه كأنهم لسه معهمين بستشنا لازم بين كل طبقتين نحط سمنة بين كل طبقتين سمنة اوكي فين الفرشة بتاعتك انت انت هي حطت سمنة انا هحط سمنة ما بين ده لا يا طمع ما بين كل طبقتين نحط سمنة طبقتين في الدخل على طمع يا ايه عميلي اي حاجة في البتاع الصنف اللي انت بتاعمينيه ده بجولي وماشي اهم حاجة الجوانب اهم حاجة عشان ما تتحرقش عشان احنا لو محطناش في الجوانب هتتحرق تمام تمام اوكي ركزي انت بدا وانا هشيلي انا عارف الفراخ يعاني تعباكي او يعني خايف اللي عليها بتحرق اعملنا فيها مجهورة انا عشان لها الفراخ لان هي مش مش مجمعة تقريبا كده خلاص اتحمرت الفراخ اهي هنطلع الفراخ هي اخدت لون خلاص هي يعني انا من الناس اللي بتعمل اكتر من صنفة في نفس الوقت فيه ناس مرتعرفش مرتعرفش ايه انا بقدر جدا عامل انا سريعة جدا في المال مطبخ على فكرة والاكل يصبح بشير حان الله بيطلع تسبيل حان الله ده بقى المفروض هو بس لسه ما نساكش شوية ممكن نحطه على النار العالية دي الاعلى اوكي عشان ايه ده هي حطت الكاستر وبتقلبه بالزبط عشان اعتقد انت لازم تخليه سميك يمسك شوية اه ما يبقاش انت تعمل الشمك العادي بتاع الكاستر والمهلبية ممكن ابدله بمهلبية او لازم تخطر بزيج او ممكن طبعا ممكن تحطي اي حاجة انت عايزة خلاص 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 بس مش دلعتي ده انا بس بتطلعتهم كده وتعلي بقى اقولك على المكشكشة دي بنعملها ازاي اوه دي بس احنا بنجيب رول واحدة كده كاملة طويلة بس كده بص بقى هنكشكش بقى يا جماعة الطبقة الاولة هي طبقة واحدة بس ها اللي تتكشكش نعملها كده طبقة واحدة هي بتورينا هي اسمها المكشكشة عشان طريقة اعتقد الشكلات بزيط نعملها كده فاكرين المروحة اللي كنا بنعملها زمان بالورقة بتعملها كده اهي بتعمليه كأنك بتعملي مروحة بزيط وبعد كده بنقسمها اتنين اوكي الطريقة مش هتجيب ملد لا لا عشان انت يعني احنا دلوقتي معندناش وقت فاحنا حاسين ان احنا عايزين حاجة اسرع بزبط بس كده بعد ما عملتها نصين اه بتقسميها نصين وفي الدقيقة بقى تحطيها كده اوكي فاحنا هنعملهم لحد ما ده يخلص اوكي حيس ان احنا نكون كل حاجة عندنا جمسة سويني سويني انت عايزها جوه اه بس مش دلوقتي ده نفوتها نحط ودي اخر طبقة فوقها بس اه انت بتورينا المشهد النهائي بزاق حبيبتي بقى على جنبك كده عشان انا الفاكي دي هتبوز من هنا دي ولا احطها فين احطها فين اوديها فين اه ايا خليها هنا اه خليها هي هنا كده ماشي انا شوف لك الكاستر ده اللي عايزين نخلصه انت كنت بتقلبيه بايه ولا اه 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 الكاستر خلاص على فكرة عندي تقل؟ اه اه طيب حلو ده اسكندراني اه باشتك ماشي انت قلتي ان اصلك اسكندرانية؟ طيب لا انا اسكندرانية بحرماية كده الكاستر خلاص اه اوكي احط لك انا بقى الكاستر اوكي هتحط الكاستر هنا لا تادي هتععد فيها يا فاطمة انت كده بص يا بوازي سمعينت كده ان انا ايه؟ بصوا يا جماعة بتنزلوا بقى بالكاستر هارسوا تقيلة قوي حلو اه انت تقيلة قوي اه اه تقيلة فعلا اه كده بتنزلوا في الكاستر بالزبط اكي اهو اي خدمة ده بصي يعني والله خلاص ما حصلتش لعز منك لا لا خلاص كده منشيل ده خلاص اه تمام هنبتج بقى نحط ستة طبقات اللي حين مقطعينهم دولارة اصلا انت بتدخلي الجنب جوه او حاجة؟ لا لا زي ما هي زي ما هي بتحطي بقى دول لا مش دول دولة مش عند ناس من طبقات هنحطهم كده وما بين كل طبقات وطبقة هاتين هعملها دلوقتي لا لا خلينا عشان ايه؟ نخلص بتحطي دول كده لا حطي طبقتين وسمنة اه او اوكي استني استني انا هقولك انا حطي دول كده هتفتحيهم وتحطي جوامهم هنحط بقى جوامهم باعي يبقوا فاهمين انشاء بحق وقتنا كل طبقتين هتحطوا فيها سمنة تمام؟ بالضبط الله العظيم انا عارفة ان في رانيا جوه سعيدة سعيدة ان انا بساعدك الموضوع ده حتى ما حصلش اعمل كده انا هجري مش اخليات شوفي اهرابي احنا كده اي كأنه ان احنا خلصنا كل طبقتين بنحط سمنة بالضبط سمنة عشان يا جماعة فاطمة والله لو سبتها انا هنوطز بكرة والجناب بنسابها كده لا لازم نحط الجناب حتى في الأخيرة دي عشان ما تتحرقش انا قاعدة تفضل مفتوحة مفتوحة طبعا ما علينا بس كده هنتي بقى دلوقتي نحط بقى ايه اللي هي الوردة اللي هي بتعملها المروحة اللي هي بتعملها دي المروحة دي هنحطها كده بالطول ايوة جنب بعض كده كده ولا نلفها لا لا بالطول زي ما هي اوكي بالطول اه اه ماشي ماشي اسرع 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 يلا خلاص اوكي خلاص يعني هي دي الطريقة تقريبا دي الطريقة اللي هي هتملي هتملي دي فدي يا جماعة هناخدها خلاص ونحط على وشها ثمنة ونحطها الفرن بالضبط بنعملها على درجة حرارة مية وتمانين بنسبها عشر دقايق بنسبها على درجة حرارة مية وتمانين تفضل عشر دقايق وده احنا عدينا نسخة جهزة وده النتيجة هاي دي نسخة جهزة يا جماعة هيبقى ده شكلها النهائي لسا هننحط لها حاجة هنحط السيرم ومكسرات حط عليها السيرم سريعا بقى سريعا والمكسرات بتاعتك احنا بقى هنحط عليها السيرم ومكسرات ويبقى ده الشكل النهائي بتاع المكشكشة بالضبط تمام وهنا عملنا الفراخ الكريش بي سر الفراخ الكريش سر الفراخ الكريش بي تاع فاطمة انا بشكرك قوي فاطمة شكرا يبدال ليك تستطيع ايديك نورتيني الله يخليكي يلا بينا نروح لفقرة الرجال عاوزة ايه لكن بعد الفاصل الرجال عايزة ايه؟ الرجال عايزة تفرفش مش عايزة تزن وشيل الهم انت لو بتبتسمي في قش جوزك انت كده بتعملي خير فياريت تبعادي عن اعمال الشر ودايما تعمل الخير دلوقتي هنتناقش في موضوع الملل الزوجي مع كوتشي العلاقات الأسرية رحاب لوتفي اهلا يا رحاب اهلا بك يا راندا الملل يبدأ امتى؟ الملل هي فترة كده كده بتيجي مع الجواز مش مرة واحدة يعني هي زي كومبو كده زي الخلافية لازم تحصل لازم تحصل وكذا مرة على فترات امتى بيحصل يعني خبراء العلاقات قالوا انه البدايات اللي هي الحلوة والمشاعر والحاجات دي بتقعد من ستة شهور لسنة ونص ايه ده ستة شهور بس؟ ايه لغاية سنة ونص مين اللي بزها قبل مين؟ الستة ولا الراجل؟ الراجل بيمل اكتر بيمل اسرع لان الراجل النظر عنده او هو بيحب بالعين اكتر او الشكل اكتر فالفترة البدايات الحلوة دي بتقعد من ستة شهور لسنة ونص من بعدها هنبتدي نلاقي ملل فلو ست لقت ان جزها ملها ما تقلقش لا لا عادي طبيعي طبيعي ان يحصل ملل في الجواز تعمل ايه بقى عشان تكسر الملل ده؟ الملل اكيد انواع اه اه طبعا تب نقول الاول الانواع عشان نقول كل نوع نوقفه ازاي اوكي في ملل ممكن يكون من روتين الحياة بتاع ان احنا بنروح الشغل بنرجع نشوف الحاجات اللي ورانا ننام نصحن نروح الشغل اللي هو روتيني اليوم ملل روتيني او من نظام اليوم في ملل تاني بسبب الشكل ان احنا كلامنا بقى واحد بنتكلم بس على الشغل بنتكلم عن العيلة ما بقاش في حوار ما بيننا ما بقاش في كلام مشترك تماما ما بقاش عندنا كلم نعرف نقوله ملل روتيني اليومي بتاعي ان انا بعمل نفس الحاجات كل يوم التاني التاني ان احنا نعود نتكلم كلامنا خلاص خلص نفس الحوارات نفس المواضيع اللي نفتحها ممكن ملل في ترتيب البيت ملل في شكل الست نفسها هو الملل طبيعي بالظبط هو الملل حاجة الانسان عموما بيمل حتى قبل الجواز احنا كلنا بنمل من روتيني البيت من شكل البيت من شكلنا فالتجديد من الحاجات المطلوبة فالملل الوارد قبل الجواز وبعد بس بعد بيبقى اكتر لان احنا بنحكم بيها العلاقة خليني اقول لما الست بتقابل الملل في كل حاجة من اللي احنا قلناها تتصرف ازاي في كل نوع من انواع الملل انت قلت في البداية ملل من الروتين اليوم طيب خليني اقولك الاول انه لما الملل يجي مهم نتكلم اصلا ان فيه طرف حاسس بالزهق اه يعني انا لما اقولك او انا لما اقولك انا مليت انا كده مش غلطان لا طبعا وحاجة كمان ان احنا مشكلتنا لما بناخد الملل بناخده بشكل شخصي يعني انت زهقان مني او انت زهقان مني خلاص ما بقيتش تحبني والموضوع لعلاقة بان احنا عندنا ملل من روتين اليوم من شكل اليوم مش منك او منه يعني ستات ما تاخدوش ما تاخدوش يا ستات ان هو لما يقولك انا مليت او انا زهقان ما تاخديهش بحساسية هو الراجل انا برضو بقول يعني لايف كدش في نفسي ان هو طالما قالك انا زهقان من كذا هو عايز يحافظ على العلاقات انت تعملي احسن ما عندك بالزبط او حاجة كمان انه عشان نوصل لحتة ان احنا نعرف نتكلم واقول اللي قدامي انا زهقان او انا مليت ويستقبلها بمفهومي الصح او بنيتي الصح مهم يبقى فيما بيننا مساحة امان ان احنا لما بنتكلم ما بناخدش الموضوع بحساسية او لان انا كده لو انا حسيت ان انت افشتي او مش هتكلم تاني مش هتكلم تاني فبالتالي انا هتغير وانت مش عارفة انا تغيرت ليه بالزبط او مش هتعرفي تعالجي نفسي وبتيجي فترة بعد كده نحس ان احنا اغراب ومش فاهمين بعض ومش عارفين الدنيا واقعت فين او جوازنا واقع فين بسبب ان احنا من الاول ما كانش فيه مساحة حوار نتكلم فيها على راحتنا تمام نتكلم واحنا مرتاحين وعارفة ان اللي قدامي هيفهمني طب قوليلي بقى بصي اختصارات كده كل ما اللي بقابله في حياتي في علاقتي بشريكي اشيله زي حسب شكوة الشريك ممكن تكون لها علاقة بالشكل ان هو محتاج تغير من شكلها او هو يغير من ستايله وتخص شوية يزبط جسمه حلو قوي انا عاوز اقف عند الكلمة دي لان في حلقة من الحلقات الديفة بتاعتي قالت ان انا مش هتغير مش حلو يقول لي شوفي فلانا بتلبس ازاي او وزنك زايد هو كده زي ما بتقول عن عين وزايغة يعني هي قالت حاجة شبه كده فرحب بتقول لنا يعني انا هقولك وجهة نظري ان احنا لما بنتجوز احنا بنروح عند المأزون نمضي على عقد ده عقد اتفاق على ايه ان انا وفقت على فولين استلمت كده بالظبط جوهرانك موضوع يعني من بره ومن جوه انا مستلم الشخص ده لان دي بتيجي فتا تتانية بالظبط ده حقي وده حقي انا كمان يعني فيه واذا نظر اليه سرطه يعني فكرة السرور ان انا بقى اخد بالي من نفسي وهو نفس القصة يعني الراجل اللي بيهتم بالشكل والوزن والقصة دي هو مش راجل تافه لا لا خالص هو راجل ده حقه لا خالص ونفس القصة السادة للست طبعا كمان للست طبعا كمان او طبعا الرجالة ما عندهاش ثقافة انه بعد ما يتجوز لازم يهتم بالشكله في البيت وبوزنه وبشكله ده حقيق هل ده لازم الراجل فعلا يعمله عشان الست تبقى مبسوطة او طبعا لان احنا عندنا ثقافة كده بتاعت انت حبيني زي منا انت مهتمة بالشكل والحاجات الكويسة اللي انا بعملها اوكي احنا شايفة الحاجات الكويسة اللي بتحصل بس الشكل كمان مهم اهتمامي من المظهر في البيت حاجة مهمة وحسن ان السلوك معدي يعني انا لو عملت كده هي هتقلدني وهتحتقل يعني لو انا عملت بقى كل المحاولات وهي الست ما عملتش يبقى خلاص انت عملت اللي عليك بالظبط وبعدين ابتدي حس ان هي في البيت لابسة عادي او اي حاجة بس لما بنخرج برا الدنيا بتختلف تماما فابتدي حس ان ما فيش تقدير او انه انه علاقتي بالناس برا اهم او شكلي قدام الناس اهم من شكلي جوه البيت مع جوزي مزبوط طب انت قلتلي ان فيه الملل اليومي الروتين او احنا كلمنا في شكل او صحيح الروتين استدت تعمل ايه عشان تبسط جزهة وتشيل موضوع ملل الروتين ده طيب هقولك على حاجة الرجال عاوز ايه الرجال عاوز ايه في الروتين اليومي في حد درس علاقات كتير حوالي 25 سنة ولما تكلم عن الروتين قال ان الروتين من اكتر الحاجات اللي بتثبت الجواز وتخليه ناجح بس مش الروتين اللي احنا نقصده اللي هو الروتين اليوم شبه بعضو الروتين بتاع الاتنين كتنين متجوزين اللي هو وقتنا احنا كتنين متجوزين فين اه هو الروتين ان انا احافظ على وقت مخصوص لنا احنا هو الحياة اليومية ده الروتيني فان انا ده الروتيني اللي هينجح لي لك مش الروتين اللي هو ايوا بالظبط ان هو الوقت بتاعنا اللي هما بيسموا الكواليتي تايم انه وقت يبقى بتاعنا احنا ممكن الوقت ده ما يبقاش ان احنا نسافر اغلى مكان بس ممكن نزولة السوبر ماركت زمان كانوا الاب والام بيعودوا عشان شايل عصاري ويعودوا يتكلموا فالحتة دي اللي هو الوقت اللي انا شايف فيه يعملوا حاجات يغيروا يعني مسلا ينشروح السنة مع بعض يسافر مكان من غير الولاد ده بقتي مهمة يعملوا اي حاجة فيها مغامرة اي حاجة حتى لو حاجة بسيطة دي من الحاجات اللي بتزود الجودة بتاعت العلاقة وبتحسسنا طول الوقت ان احنا متشافين وان اللي قدامي سامعني فعارف ان انا تغيرت عارف ان الفترة دي مضغوط غير لما لقيه اللي قدامي مضغوط وانا ما عنديش تفسير وعندي علامة استفهم على تصرفاته فبتدي ده تخانق وانا مش عارفة اغير من نفسي بالزبط اشفهم هو الراجل ده متضايق مني ليه وانا مش عارفة هو متعصب عليه وخلاص او العكس كمان يعني كمان الست ان هو يدخل البيت فيلاقيها متعصبة انت متعصبة ليه بس يمكن عشان الستات بتعبر اكتر يعني الستات لما بتتضايق بتقوله انا مليت انا زهقت الراجل نادر ما تلاقيه راجل بيقول انا ملان انا زهقاني طيب الملل ممكن يوصل الطرف التاني للخيانة يعني هو ممكن طبعا هي مش مبرر للخيانة بس زي ما قلتلك في الاول ان الراجل بيحب بعنيه اكتر الشكل بيلفت نظره فممكن احيانا تيجي دماغه اللي هو يفتكر انه الملل اللي حصل في جوازه ممكن يلاقي التجديد ده بر وهو ما عندوش فكرة انه هو برضو هتبقى البدايات والحب اللي في الاول وبعد كده بس احنا خلينا برضو منصفين ان الست اللي بتبقى جزها عنده الطبيعة دي بيبص بره عشان يشيل الملل لان كل بداية كل بداية بتشد فيها مبهرة طبعا مبهرة وبتشد هي يعني برضو هتمنعه يعمل كده ازاي وقت لايه انه قاعد في الاماكن رادار 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 ما هي الفكرة زي ما قلتك انه هو الحوار من الاول عامل ازاي احنا بنوعد نتكلم فحاسة براحة اننا لما هقول لها انا زهقان او محتاج تغيري من شكلك محتاج نسافر في حتة محتاج نودي الولاد كمي يوم عشان نسافر يعني احنا عندنا المساحة دي نتكلم فيها ولا انا باخد الكلام واعد مع صحابي على القهوة نتكلم وطلع على الكلمتين اللي عايز اقولهم عشان في البيت ما تقلبش بخناقة فاحنا فانهي حتة انهي كفة هو لو هو من الناس دي قصدك بتقولي هو لو عبر انه هو زهقان وملان وانا تغيرت هو هيبطل انه هو فعلا يرانيه تدور رزا بسا لو تكلمنا انه الموضوع ده بسبب ملل حصل في البيت لانه طول الوقت هو بجي دور على حتة الانبهور حتة انه عايز يغير عايز يجدد لان احنا خلي بالك احنا في وقت الملل بيجي علينا وقت بنرجع قراراتنا انه هو الشريك ده فعلا كان صح طب لو هو صح احنا دي حسين بملل مع انه الملل طبيعي الملل ده شيء طبيعي انه كنت لسه يعني انت انت جايبت لها السؤالة لسه هتقاله دلوقتي الحب عن جواز برضو بيحصل فيه ملل ولا ممكن يكون الملل بالحب يعني مرتبط بالحب الجواز الصالونات او جواز التقليدي والحب ده ممكن يخليني ما حسين زهقنا من طرف التاني دي من المفاهيم الغلط بتاعت اللي احنا لو تجوزنا عن حب الحب هيفضل موجود مع انه هو يعني لما عملوا شوية دراسات كده لانه كيميا الحب اللي بتقوم موجودة وقت الخطوبة او في البدايات او وقت الارتباط مختلفة تماما عن شكل الحب بعد الجواز يعني شكل الحب بعد الجواز ما بيفرقش هو كان واحنا بنحب بعض قبل الجواز ولا كان ارتباط او كان صالونات لانه في الاخر بيبقى نوع تاني من الحب ليه علاقة بالعشرة حب التعود وحب العشرة بل الظبط هيحصل كده كده هيحصل فيه طبعا مقلقش يعني طبعا لو ممكن ما تجوزش عن الحب يبقى بضم القصة كده ايه لو يعني مش مستهلة ان انتي تتجوزي عن الحب تجوزي بعقلك يعني محتاجة الاتنين ضروري ضروري ان يبقى فيه على الاقل للقبول الموجود وفي نفس الوقت تبقى حسابات العقل الموجودة انا اعتقد ان الجواز عن الحب فيه ميزة هو ممكن الاتنين بيشتركوا في موضوع الملل بس هستحمل عيوبه بالظبط هيبقى ليه رصيد مشاعر كبير اقدر اغفر له به ويقدر يسحب منه مزبوط طبعا بصي احنا نزلنا سألنا الناس عن موضوع الملل في الشارع خلينا نشوف قاله ايه ونرجع تاني بعد فترة من الجواز ممكن يحصل ملل زوجي بتحسي ان الزوج يعني اتغير شوية مشاكل الحياة ديته وما بينزل اول يعني نتفسع نروح نيجي اكيد لو فيه حب مش هيحصل ملل زوجي لو فيه عدم تجديد لو فيه روتين دائم لو ما فيش اي حاجة منضفها لحياتنا جديدة فاكيد الملل ده احساس طبيعي كل حاجة بيحصل ملل مش الجواز بس بس احنا طبعا انت قادر اتغيري بايدك الملل لان هو لازم هيحصل ملل انت تغيريه طبعا الراجل لما بيملي من مراته بيهرب من قاعدة البيت حكيد طبعا بيخرج بس بيهرب البيت اه بيمليش من مراته هو بيملي من ملل نفسي ولازم يهرب من البيت يعمل اي حاجة انه هو ما يعودش في البيت طول ما هو قاعد في البيت ببقى نار ونتجيرهم معايا ايها لو تكون ملل برضو لازم انتعكن عليها وانا اعكن عليها انت بقى كده انا القهوة اه قاعدوا عاقا فيه انزل اي حاجة من دي مين اللي بيحصل له ملل اسرع الزوج ولا الزوج والله اللي بيحصل له ملل اسرع الراجل لان الراجل بيشتغل وبيعليه ضغوطات كتير فمن كتر المشاكل بيحصل له ملل فضل واقع يعني لان الزوج عايزة تخرج شوية عايزة حاجات عايزة كده يعني فهي اللي بيتملي اكتر انا متعيلي الراجل لان ستهم راه ما تملي يعني مش هتملي دلوقتي حالي لان فيه شغله وفيه حيالي يحول لا الراجل طبعا الست بما ينافت بعادة في البيت كتير الراجل بيخرج بيروح مع صحابه كده يعني اللي ما عندوش أفكار هو اللي بيمل بسرعة بغض النظر بطبيعة الشخصية مالغاش علاقة بالنوع انما لها علاقة بان انا ما عنديش قدر على التجديد ما عنديش قدر على ان انا اضيف لحياتي ما بطورش نفسي ما باخدش الشريك بتاعي لعالم تاني ما بشاركش الشريك بتاعه في عالم بتاعه بطبيعي ان احنا هنمل من الحياة الراجل انا عن نفسي لا هو الراجل جواز مرة واحدة بس يعني عايزين احنا تعدد ازواج بس عايزين اربعة بيماجي بحاجات غريبة بس اشتا يعني لا اكيد انا طبعا موسيقى موسيقى لو حصل ملل ازاينا يحصل تجديد ازاي نجد من العلاقة تاني عادي ممكن بقى نخرج انا وهي نقعد شويه نشب حاجة برا الحب هو اللي يجدد نسكف اللي فيه نازم يحصل تجديد من الاتنين يغيروا نفسهم يحاولوا يشوفوا أي نشاط يدخلوا فيه عشان خاطر يحاولوا انهما يخرجوا من الحياة اللي هي المملأ أكيد بالتفاهم بالحب بالمعاملة الكويسة أكيد مش هيحصل أي ملل اللي اتنين ما دموا تفاهمين مع بعض فأكيد مش هيحصل ملل خالص نقصر الروتين بسرعة نعمل أي حاجة جديدة أي حاجة مختلفة عن اللي احنا بنعمله دائما بالتغيير يعني احنا دلوقتي هوا سايبين الولاد ومشاكلهم هوا وطلعينه هوا لازم فيه تغيير ولازم يبقى عليك أنت تعمليلك حياة بره البيت وبره العيال وبره الروتين آه يعني مش كل حاجة الولاد 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 البيت لأ ادي شوية ليكوا عشان تكسروا الملل عشان تقدار يتفكري بره استنبوك يعني تغيري من الحياة لازم هروح عوديه عندهم ما هوا بنا بجي غير كذلك طيب وانت شايف إيه الأسباب اللي تخلي الراجل اللي يهرب من قاعدة البيت أو يمل من البيت عمار والله هيكوتل المشاكل للضغوط النفسية على رجعت قبل كده قلتلك مش الفلوس بس هرجع أولك الفلوس يعني الزوج لما مثلا بيخرب كتير مثلا أو بيصيب البيت كتير أول سنة جواز ده بيبقى لازم بيحصل مشاكل مشاكل لاني بنبقى لسه بنفهم بعض بنبقى لسه بناخد على بعض دول ما إحنا بعيدين عن الجزء بتاعنا هواية، نشاط، تجديد، صحاب، أفكار جديدة حاجة بندخلها على نفسنا إحنا نفسنا فإحنا أفكارنا بتتغير كل مدام ما بيحصلش طبعا لازم إحنا بنمل من كل حاجة بقى يعني ما تبقي استنبا كل يوم نفس القصة نفس القصة الروتين لا لازم نكسر الروتين من قدر الطلبات أطلعهم تتكلم أنا عايزة أنا عايزة أنا عايزة هوا أنزل وأصيب وبعد ما شفنا رأي الناس في الشارع قوليني الشغف لما بيخلص بين اللي اتنين بيعمل ملل؟ طبعا بيعمل ملل الشغف ده يعني لما عرفوه كده شوية الناس اللي بتدرس علاقات قالوا إن هو إن أنا عايزة عرافك زيادة عن اللزوم عندي طاقة نعود أسمعك بنعود نسهر بالليل بالساعات عشان نعود نتكلم مع إن أنا ممكن أبقى حد بينام بدري فتلاقي الحالة دي دايما في أول الارتباط بعد كيف تبتدي الكيرفي الواحدة واحدة وبعدين خلاص هارفنا عن بعض كل حاجة بس بس يا رحب أنا دلوقتي بشوف كل الناس فقد الشغف يعني على مواقع التواصل الاجتماعي كل الناس فقد الشغف في أعمار صغيرة كمان يعني سن العشرينات بتلاقيهم فقدين الشغف وبعدين كنت بتكلم مع حد من العيلة يعني فالولد حاجة وعشرين سنة فبقولي أنا فقد للشغف فقلت يمكن هو حافظ أشفاهم فلما اتحاورت معاه لقيته فعلا عنده أعراض فقد الشغف اللي هو مش عاوز يختلط كتير بالناس قاعد لوحده تصرفات كلها تطلع في سن أكبر إيه السبب إن الناس فعلا بدأت تفقد الشغف وده طبيعا لأنه أكيد هيبدأ نتيجة هيحصله فقد الشغف بين المتجوزين بالضبط إنه المشكلة بتبقى فين إن أنا ببتدي أسمع من حكاوي الناس اللي حوالي بيبتدي حد يقولي خبراته عن الجواز ودي تقول خبراته عن الجواز فبتدي أحس بتوقعاتي بتقل قوي عن فكرة الجواز اللي زمان طول عمري بأحلم بيها فبتدي أحس إنه أخد خطوتين كده الوراء لأ أنا محتاج أفكر في القرار ده تاني مرة كمان وطبعا اللي بيجي يحكي للأسف بيحكي الجزء الوحش بس فبتبقى طول الوقت يعني أصدك إن الخبرات السيئة للناس اللي أنا بسمعها كتير هي اللي بتنقلي عدوة فقد الشغف طبعا تخيالي كده أنا بقولك على حاجة ممكن يكون السوشيل ميديا سبب طبعا كمان لأن طول الوقت أنت بتقري خبرات سيئة للناس وبوستات كلها عن الصح أيوة طبعا يبقى ده السبب إن الجيل الصغيرة هو اللي فقد للشغف دلوقتي وطول الوقت حسين بقى فيه فكرة دلوقتي كده اللي هو لأ أنا هدور على حد معايا فلوس لأن كده كده الجوازة منظومة مش نافعة آه 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 فطول الوقت هيبقى فيه مشاكل وفيه ملأ يبقى على الأقل فيه جزء كويس وأنا ضمن الله كويس هلأ أنا أقامل نفسي مديا لأن كده كده الجوازة يبقى فيه شلقا أنا أنا كنت بتناقش مع يعني بنتي من البنات قالت القصة دي ودي قالت جملة غريبة ومع أنا لو اتطلقت هروح بالولاد فين لو هو مديان مش مع فلوس بالضبط فقالت لأ إحنا كان أيامنا سلام اتجلنا بقى اتجل الفرعانة كان أيامنا ما بنقدرش البال قبل وقوعه زي ما بيقوله كده إحنا كنا بنتجاوز عشان هو الراجل كويس استقر آه حصل بقى بعد كده حصل خليفات وقع يعني أنت بقى وحزن هتبقاش فكرة التطلق دي في الأول موجودة خالص دلوقتي البنات بتتكلم على أنها خلاص كده كده هتطلق أنا هفضل في شغلي عشان لو اطلقتها بيبقى شغلي موجود بالضبط بالضبط نقولهم إيه البنات اللي بتفكر بالطريقة دي نقولهم إيه نحاول نسد ودنى عن خبرات الناس التانية يعني دايما نحط في بالنا أنه اللي بيحكي بيحكي الوحش بس ولما بيجي عند الحال ولأن أي علاقة مهما كان فيها مشاكل هي فيها حاجات كانت كويسة فيها زكريات كويسة ما بيقولش بقى عشان الحسد عشان مش عارف يشوفها أو مش مقدارها أو مش كفاية ففي الآخر إحنا بنصدر الوحش سواء على سوشيال ميديا وحتى لما بنشوف الحلو بنشوفه عالي قوي يعني حتى الخبرات أحيانا حلو زيادة حلو زيادة ناس مسافر بها أماكن صوزيعة بقى طول الوقت واخد مراته ومش عايف رايح فين ومسافر إيه ومش عايف وكل ده صور بالضبط ولا طايلة ده ولا عرفة طيب قطل ده صح أنت لطايلة أنت تعملي الشغل كبير ده في السعادة عشان تبقى مبسوطة ولا هي الواقع أن الجواز سيء قوي كده بالوقت طب يا راحب الجواز اللي على مدة طويلة أكيد أنا حتى لو عالكت الملل مرة هتطر علجه مرة تانية أو تالتة وربعة وهكذا صح؟ بالضبط يعني الفترة طويلة بتعمل ملل طبعا بتعمل ملل حتى لو إحنا في البيت إحنا بنبقى أخوات في بيت واحد وساعات نزهة وساعات ما نلاقيش كلام أو اتنين صحاب أول خروجة بننزل عندنا كلام كتير لو ما شفناش بعد تاني مرة الكلام بيقل فالفكرة أنه الملل كده كده هيجي غير أني هقولك كمان أنه بيعدي على الراجل والستة على سن نص التلاتينات أو الأربعينات أزمة منتصف العمر اللي بحس فيها أن كل اختياراتي غلط وأنا بحتاج أرجع تاني دايما يقوله كده أنا بحس ولا دي حقيقة لا طبعا دي حقيقة دي حقيقة بس أنا عندي بيت ولاد حتى لو اخترت غلط صح؟ أعمل إيه؟ هروح أخرب بيتي عشان أنا طبعا نحتاج أصلح يعني دايما بتمر لأيك نصلح من طرف تاني نصلح من نفسنا هو يصلح من نفسه أكيد وهي تحاول تصلح من نفسها مش عارفين؟ بتروح بقى لحد مختص يساعدنا أننا نقوم الجوازة دي تاني حلو أن أنا أروح لحد مش عيب يا جماعة أنه إحنا لو في مشكلة في التعامل أو أن أنا أتقبل لطرف تاني أو أن أنا حياتي تستمر أن أنا أروح لمتخصصين ده مش عيب خالص أنا كده مش مجنونة من الناس اللي فاكرة أنه لما أروح لأ طيب قولي لي إيه هي العلامات اللي لما بتحصل بعرف من غير حتى التعرف تاني ما يقول لي أن بدأ الملال الزوج الكلام بيبتدي يقل لو إحنا أخذين على أن إحنا بنتكلم بيبقى الكلام قليل لكن الإجابة على قد السؤال أوه وعمل إيه تمام؟ مع إني كنت الأول بقعد أحكي على يومي وتفاصيلي وعندي شغف زي ما كنت بتقولي أن أنا أحكي كل حاجة لها بنقعد نتكلم ما فيش ما بيننا آي كونتكت لما بنبص كل واحد بصص في تليفونه وبنتكلم كده عشان عايزين نتكلم الكلام بيبقى على الولاد بس وعلى مصاريف البيت والتمارين والحاجات دي بغاية ما اللعبة دي هقولك مسأل شعبي وإنتي هتشرح المسأل خد الأسيلة لو كانت على الحصيرة أوكي أوه يعني أنا متفقم عن المسأل ده جدا فكرة أنه أنا دايماً بشوف أن الجواز عامل زي الشجرة كل ما كانت الجزور بتاعته سبتة وصحتها كويسة كل ما هتشوفي الورق حلو والتمارة بتاعتها حلو هتلاقي جودة الجواز كويسة فالأصل دايماً مش بشوفه أصل العيلة على قدما أصل الأفكار أنه أنا عارفة أنه في وقتها هيعدي علينا أزمات عارفة أن إحنا هنزهق من بعض عارفة أن إحنا هنتخانق ونزعل كبير لبقى أنا أشهد الأصل لبقى أنت بجأيدي المسأل طبعاً ربطين على الحيط ولا بنتين في البيت نا مش معاي خالص لأ دايماً بشوف أنه البنات اللي هم فيه حديث بيقول فإن هن المؤنسات الغاليات دايماً بيدوا في البيت كده حالة حلوة الراجل من غير الست زي الإبريق من غير التشت حلو وطاق يعني أو حلو وطاق أو دي حاجة يعني ده صحة جدا فكرة الجواز دايماً بتتبني على التكامل إن إحنا بنكمل بعض إحنا مش في وش بعض ولا إحنا ضد بعض ففكرة إن فيه طرف من غير التاني دايماً حتى في الخناءات بنحسها قوي اللي هو لما يبقى زعلان مني أولاً زعلانا وإنه دايماً بتحس إن فيه حاجة نقصة فيه حاجة حالة في البيت مجرد حالة يعني فكرة المشاركة في الجواز طبعاً مهمة المشاركة والوانس وكده الزواج أوله عسل ووسط وكسل وآخره بصل لأ مش معي خالص الجواز من أحاجات فيه ملل بس مش أخره بصل ولا حاجة يعني الملل ده بيبقى حاجات كده في النص عارفة بالضبط كأنك ماشي طريق وفيه توب في النص فمحتاجة بس تتعدي الطوب ده لكن الطريق حلو ونضيف وكويس طريق زي الفول زي الفول عايزين نقولهم الحاجات الإجابية أسقص يريش تيرك قبل ما يلوف على غيرك أنا أؤيد لا مش معا أنا أؤيد بحس إن الجواز ما بني شوي على أن يبقى فيه مساحة أمان إن أنا متطمنة أن الشخص ده سند وضهري وأماني ففكرة إنه عدد بقى خطط أحمل عليه في المصاريف أو أغلبه بالعيال زي ما بيقعد يقول بحس إن الموضوع جاي من خوف أكتر من إنه جاي من أمان فبحس إنه مش نافع في جواز ممكن يعمل نتيجة عكسية بزرعة طيب الحمى حمى ولو كانت ملكة من السماء لأمثال الغال ده اللي كنا لسه نومت بنتكلم عليه فكرة إنه إحنا بندخل جواز بأفكار من الناس اللي حكت فبتدي الناس تقول بصي ما تواضيش في بيت عيلة بصي حماتك دي مش ممتك وما تتعامليش معها إزاي أوأ أنا معايك إنه في حموات يعني يا ربنا هديهم بس فكرة إنه ندخل أصلا بالخبرة دي فبتدي أشوف منها أي تصرف صغير على إنه حاجة كبيرة ولازم أخذ رد فعل والموضوع يكبر أنا أقايدك جدا لأنه بالذات في دلوقتي أنا بدأت أشوف حموات بقت من صاحبة بالضبط آه وتنزل وتخرج آه لأنه بقى أكتب يعني ما بقاش بقى دلوقتي إنه وصل لسين معين هي كده بقى كبرت وإن هي كده فكرة إنه ده هاخد ابني ومش هاخد ابني فصحة يعني أنا من الناس اللي لا أنا ما عنديش ده أنا لو بقيت حمى في يوم الأيام أنا أحبها إلا إذا كانت هي بقى نوية على نوية على غير كده آه تبقى يعني هتبقى حمى لأنا هتبقى حمى لطيف هتبقى حمى طب موضوع موضوع الملل إحنا كده تكلمنا في كل حاجة تخص الملل للراجل أنا عاوز أتكلم بقى للستة لو هي حاسة بملل الراجل يعمل إيه عشان يبسطها خلني أنت في الأول هم أتكلموا يعني قال لها إن هي زهقنا قالت له إن هي زهقنا ولا لأ بينها وبين نفسها لو قالت له إن هي زهقنا نبتدي نحط بقى بلان لفكرة يلا هنعمل إيه حسب في ناس بتحب الصفر في ناس لأ بالنسبة لها خروجة بس أخر يوم حسب شخصيتها حسب هي عايزة إيه يعني الراجل يعالج الملل للست حسب اهتمامة الستة هي عايزة إيه أو بالضبط لازم أسألها يعني ممكن أعود أجيب لها ورد وهدايا ومش هي مفيش استنبا رجالة إن أنا أعالج الملل عند كل ستة زي التانية بزبط دي جملة مهمة أنا بشكرك رحيفكت حلقة حلوة قوي وإن شاء الله نتقابل في حلقات تانية إن شاء الله يارب تكونونتوا كمان استفدتوا واشوفكو التانية في حلقة جديدة من برنامجكو إلح يا إنت وهي موسيقى